يوصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه بتزامن مع استمرار الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال والإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية هذا وأفاد مراسل التلفزيون المصري باستمرار غلق بوابة المعبر من الجانب الفلسطينية وتوقف حركة الأفراد والمساعدات الإنسانية المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل بعد التحية لازلنا نتابع معكم التطورات الجارية أمام بوابة معبر رفح البري بالنسبة للجانب الآخر في مدينة رفح الفلسطينية لم تتغير الصورة كثيرا عن الأمس بل يستمر الاحتلال الإسرائيلي في شن الغارات الجوية وأيضا القصف المستمر على مدينة رفح الفلسطينية وربما القصف اليوم توجه إلى الناحية الغربية من رفح الفلسطينية حيث المناطق السكنية هناك وتم قصف عدد من الأحياء السكنية وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الجرحى والمصابين أيضا في الناحية الشرقية كنا نسمع دوية الانفجارات وأيضا تبادل إطلاق النار في هذه الناحية من قطاع غزة وأيضا لازال المعبر من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني مغلق أمام دخول المساعدات وأيضا حركة الأفراد لكن نؤكد على أن بوابة معبر رفح من الجانب المصري لازالت تعمل وهذه البوابة مفتوحة منذ صباح هذا اليوم ونؤكد على أيضا تواجد كل الأطقم العاملة في المعبر سواء في مكتب الجمارك أو حتى الجوازات يتواجدون بصفة مستمرة تحسبا لتغير الأوضاع هنا على الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني أيضا لازالت حركة المساعدات وأيضا مرور الأفراد متوقفة تماما حتى بعد تصريحات إسرائيل بأنها فتحت منفذ كرم أبو سالم لعبور المساعدات لكن حتى هذه اللحظة لا توجد آلية لعبور هذه المساعدات على الرغم من تجهيز مصر العدد كبير من المساعدات المصطفى خارج معبر رفح وأيضا في مدينة العريش للدخول للأشقاء داخل قطاع غزة لكن حتى هذه اللحظة لم تدخل المساعدات من منفذ كرم أبو سالم من الناحية الشرقية ويبقى السؤال هنا كيف ستدخل هذه الشاحنات مع استمرار القصف وأيضا تبادل إطلاق النار في الناحية الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم فبالتأكيد لابد من وجود آلية تضمن دخول هذه الشاحنات وأن يكون هناك أمان لوصول هذه الشاحنات ونحن نسمع الآن دوي هذه الانفجارات من الناحيتين الشرقية والغربية ونزالت الاشتباكات مستمرة هناك في الجانب الفلسطيني هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البر والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى